ولي هو وفاة نجل الفنان السوري جورج واسوف لهذا الخبر اللي نتاشر فينا كين نعرف الهاشيم وهذا الخبر اللي ولده دجله توفاها الله وين تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة اثر وفاة كما قلنا الابن اكبر السلطان الطرب العربي جورج واسوف وين شفناه انه توفا كي كان صرات له مضاعفات اطر عملية جراحية على مستوى المعدة زميلتي مريم وين شفنا العديد من الفنانين اللي قاموا باداء وجب العزاء كمنشورات على الانستغرام وكذلك وين كي صدم وحنا نعرف انه كما نعرف زميلتي مريم انه جورج واسوف هو كان تربطه علاقة وطيدة بابن تاع وديع واسوف ابو وديع داير جسوما هو كان يحبي عيطوله ابو وديع وكان يعجب الاسم كعي يلقبوه بابو وديع وكان في العديد من المقابلات التلفزيونية داير وين قال لهم بلي مت عيطوله جورج واسوف نحبكم تقولوني ابو وديع نحب نسمع دائما ولدي وربط نجاحات واسمه بالابن تاعو الاكبر فانحنا نعرف انه كانت عنده علاقة صداقة كبيرة مع ابنه واللي كي سمع خبر وفاة ابنه وين تخل يعني كانت صدمة اكيد كما تصدموا اهله وكما تصدموا محبين جورج واسوف وين تخل للمستشفى المدة واجيزة ومبعد خرج بالمستشفى وذكره في المنزل ويستقبل العذاء كما يقولون إنا لله وإنا إلهي راجعون ولله ما أعطب الله ما أخذ هذا هو الخبار الماشي مليئي